بعد دخول الحرب على غزة شهرها الحاذ عشر فإن كارثة بيئية تحصل هنا وتطول جميع مكونات البيئة فجميع أنواع الثلوث التي ذمرت البيئة تواجدت هنا في قطاع غزة الغراط والحرائق مروراً بثلوث المياه الجوهية بسبب تدمير البيئة التحتية وتجمع القمامات وقطع الأشجار والمبعاتات السامة في الماء والهواء وما يندر بأضرار مناخية مستقبلية ربما تمتد أثارها إلى الشرق الأوسط في منطقة غرب دير البلح بقطاع غزة تتراكم النفايات عشوائياً على قطعة أرض مكشوفة وعلى بعد أمتار قليلة توجد مخيمات للنازحين الصراع المستمر أدى إلى تجاوز هذه المخيمات قدرتها الاستيعابية مما زاد من كمية النفايات ومياه الصرف الصحي بشكل كبير ونتيجة لتدمير البنية التحتية ونقص العربات والوقود باتت الجهات المعنية عاجزة عن معالجة ونقل هذه النفايات ومياه الصرف مما أجبر العديد من العائلات على العيش في هذه الظروف وأصبحت مشاهد النفايات المنتشرة ومياه الصرف المتدفقة منظراً شائعاً في جميع أنحاء قطاع غزة وبسبب التلوث البية وانتشار القمامة ووجود مياه الصرف الصحي وكذلك المجال بشكل كبير جداً انتشرت الأمراض والأوباء بين المواطنين حيث انتشرت أمراض التهاب الكبد الوبائي وأصيب في قطاع غزة أكثر من 100 ألف مريض بالتهاب الكبد الوبائي من نوع ألف وكذلك الأمراض الجلبية بشكل غريب جداً وقصة بين الأطفال مرض كبد الوبائي السبب طبعاً قلة النظافة وقلة الاهتمام وانت زي ما انت عارف احنا في مخيمات وحمامات جماعية طبعاً كل أكم من عيلي لهم حمام واحد وطبعاً الواحد ببقى يستنى دور على الحمام ولما بدك تمرك بتلحقش تنظف بتلحقش تعمل إشي ما فيش معك وقت هاي السبب يعني وأزر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقرير تقييمين في يونيو الماضي مشيراً إلى أن الصراع الحالي في قطاع غزة خلف ما يقرب من 39 مليون طن من الركام حيث يوجد الآن أكثر من 107 كيلو جرامات من الركام لكل متر مربع في قطاع غزة وهذا الحجم من الركام يفوق خمسة أضعاف كمية الركام الناتج عن صراع عام 2017 في الموصل بالعراق مما يشكل مخاطر على صحة الإنسان والبيئة ناجمة عن الغبار والتلوث بالذخائر غير متفجرة وغيرها من المواد الخطرة وكانت بيئة غزة تواجه أصلاً تدهوراً وضغوطاً على أنظمتها البيئية نتيجة الصراعات المتكررة والتوسع الحضرية السريع والكثافة السكانية العالية والظروف السياسية وتعرض المنطقة لتغير المناخ وخلص التقييم إلى أن الصراع يفسد التقدم الأخير وإن كان محدوداً في أنظمته إدارة البيئة في غزة ويؤثر أيضاً على قدرة القطاع على استعادة بيئته الإيكولوجية في المستقبل القصف في المناطق المفتوحة والشوارع الرئيسية التي يوجد بها خطوط مياه بالإضافة إلى خطوط صرف صحي أدى إلى اختلاط المياه الجوفية المياه في الشبكات الرئيسية بمياه الصرف الصحي بالإضافة إلى أيضاً تلوث الهواء بسبب تصاعد الأدخنة السامة نتيجة حرق النفايات وبالإضافة إلى الغازات المنبعثة من روائح القصف والمدفعيات والقنابل التي يقنها على أبناء شعبنا أيضاً يوجد تلوث طبعاً تلوث في التربة حيث أن تراكم هذه النفايات وتسرب المعادن في التربة يغير من طبيعة وتركيبة التربة فتصبح التربة غير صالحة في الوقت اللاحق للزراعة وهذا يؤدي بدوره على أيضاً المنتجات الزراعية